موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى والجواب أن التذكير بالقرآن عام إلا أنه لما كان المنتفع به هو من يخاف وعيد الله صار كأنه مختص به كما أشار إليه قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما تقدم نظيره مرارا